طبعا إذا حصل الموقف ده وإنتم بقى ماشيين في الشارع أصلا يعني مش جوا مكان أنتوا أصلا ماشيين فالصح إنكم تتوقفوا برضو لدقائق وتتحملوا الطفل وتصبروا عليه لأنه هيهدى هيهدى خلال دقائق أنتوا بس الوقت بيعدي عليكم بسرعة إنما لو مسكتوا ستوب ووتش كده أو ساعة هتلاقوا إن الموضوع بياخد من ديئتين لثلاث دقائق على أقصى تقدير طيب إذا الموقف حصل وإنتم في العربية يعني إذا كانت عربية حضراتكم فالمفروض إنكم بتتوقف بتقف يعني بتركن كده وتقف وبرضو حد ينزل من العربية بالطفل جنب العربية مع مراعاة كاملة طبعا لعوامل الأمان سواء لحضراتكم أو لباقي العربيات لكن بنبه إن إكمال حركة العربية والطفل على الحالة دي بيكون فيه خطورة عليكم كلكم أنا هنا بأتكلم عن إيه بأى الأم مثلا سيئة وابنها الصغير ده حصل في ده ما ينفعش تفضلي سايقة حضرتك أو حتى لو حضرتك كأب أنت اللي سايق أقف أقف الدنيا مش هتطير أقف خده في أي مكان آمن يعني يخد جنب كده ودي إشارات لانتظار ووقف ووقف خالص الصح بقى كمان إن حضرتك أو الأم تنزلوا بيه كده بقول لكم دقيقة أو دقيقتين تغيروا بس تفتحوا البابكة وتنزلوا بيه توقفوا كده بيه شوية وطاق أيدقوا إن تدخلوا تاني العربي طيب إذا كنتم في سيارة مش بتاعتكم تاكسي مثلا أو غيره من وسائل يعني هي التطبيقات النقل وكده نقل الأشخاص يعني ممكن تطلبوا من السواء إنكوا تتوقفوا زي ما قلت لكم دقائق أما في حال إذا كنتم في وسيلة مواصلات جماعية زي مثلا المترو الأنفاء أو القطار أو الأوتوبيس فممكن نستغنى عن النزول بتغيير مكان الطفل وبالتالي الأب والأم هيغيروا كمان مكانهم يعني مثلا إنتوا عاديين في مكان هتغيروا مكانكم معلش يعني مثلا لو إنتوا عاديين في حتة معينها هتتجهوا بيه للأمام أو هتتجهوا بيه للخلف طبعا أنا عارف إن فيه مواقف بتكون صعبة شوية زي مثلا وسائل المواصلات الجماعية صغيرة الحجم زي المايكرو باس مثلا إيقافها بيكون صعب لكن ممكن برضو يكون فيه بعض التعاون بين الناس يعني ويسمحوا للطفل وللي شايلوا إنهم يغيروا مكان جلوسهم الدنيا مش هتتهد يعني 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 قبل ما سيب النقطة دي الحقيقة عايز أقول حاجة لكل اللي بيسمعوني بقى دلوقتي قبل بس ما نسيب النقطة دي بالذات أرجوكم يا جماعة لما يحصل موقف زي ده قدام حضراتكم في أي مكان بقى أي أن كان هو حصل فين يعني في مكان ما مطعم متجر سوبر ماركت وسيلة مواصلات شارع يا ريت نتصرف إحنا بقى كمشاهدين يعني للموقف نتصرف بإنسانية بنتصرف بإنسانية مع الطفل ده وأسرته يعني ما فيش أي داعي إننا نزود الضغط اللي أصلا بيكون كبير على الأسرة دي سواء بقى بنظرات امتعاض أو تعليقات سخيفة ها يعني اللي هو فيه ناس بقى بتقعد تعلق كده أو يبصوا كده ويتعمدوا إنهم يخلوا الأب والأم يعني اللي في الموقف ده يشوفوهم ها الأمر ده بيزود دي الأم والأب أو حتى بيحفزهم وده الخطر ناحية إنهم يتصرفوا مع طفلهم بطريقة عنيفة وخليكم متأكدين إن ده موقف خارج عن الإرادة وممكن فعلا ينتهي في دقائق قليلة جدا إذا تصرفنا بشيء من الرحمة والإنسانية زي ما قلت طبعا الرحمة والإنسانية ونزود عليهم التعاون بقى يعني لو إحنا في أطر في مترو يعني نغير مكان نساعد بعض تمام؟ يبقى اتفقنا إن تغيير المكان هو الخطوة الأولى في التعامل مع الطفل لما يكون في نوبة مزاج عصبية خارج البيت طيب أول خطوة تغيير المكان